كن بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وآهل العلم يحياء فالعلم زين فكل العلم مكتسبا وكله طالبا ما عشت مقتبسة أبنائي وبنات طلاب وطالبات الصف الرابع أهلا ومرحبا بكم على منصة البس المباشر بالوزارة ودرسا جديدا من دروس الرياضيات أصحابكم في رحلاتكم أستاذ محمد ناجي معلم الرياضيات ومدرب النظام الجديد وسفير التغيير بإدارة نص التعلمية محافظة بن سويف والنهار printing وصلنا برحلتنا للوحدة الخمسة الوحدة الخمسة اللي هي بعنوان الضرب كعلاقة إن شاء الله في الوحدة دي نتعلم إيه في الوحدة دي هنقدر نستخدم عملية الضرب لمقارنة الأعداد وأنا استطيع تكوين معادلات الضرب لتمثيل المقارنات كمان هنقدر نستخدم رمز لتمثيل عدد المجهور في مسألة الضرب وهنحل معادلة الضرب التي بيها مقارنة كمان هنستخدم خاصية الإبدال في عملية الضرب وهنوضح ايه هي خاصية العنصر محايد وخاصية الضرب في سفر كمان هنشرح الامات التي لحظناها عند الضرب في عشرة ومية والف وهنستطيع الاستخدام خاصية الدم في عملية الضرب تعالوا نبدأ برحلة نابل السؤال الاول اكمل كل ميمياتي اللي تحصل على عبارة صحيحة السؤال بيقول العنصر المحايد الضربي ايه ده خاصية من خواص عملية الضرب اقول لك اه احنا خدنا خلي بالك ان فيه عنصر محايد لعملية الجمع اللي هو مين اللي هو السفر برافو عليك السفر ده محايد ليه الجمع ما تنساش لعملية الجمع انا هنا بقى عايز المحايد لعملية الضرب عملية الضرب محايدة ما تقوليش سفر اقول لك غلط المحايد الضربي هو الواحد يبقى الواحد هو العنصر المحايد لعملية الضرب ليه ساموه يا مستر عنصر محايد اقول لك ممتاز. لان انت ما تضرب خمسة في واحد. تقول لي بخمسة. ستة في واحد بستة. سبعة في واحد بسبعة. هل بيتغير الرقم? تقول لي لا. يبقى اذا لم يسموه محايد ليه? لان عند ضرب فيه اي رقم فيه يطلع نفس الرقم. لما تضرب عشرة في واحدة يطلع لك عشرة. تضرب مية في واحدة تطلع مية. يبقى اذا ما بيتغسرش ولا بيتغير لما بيتضرب في واحد. طبعا ما ان الرقم بتاعك او العدد لما بيتضرب في واحد ما بيتغيرش. يبقى احنا هنا بنسميه عنصر محايد. ليه محايد? لأنه لا يؤثر في عملية الضرب. يبقى من هو العنصر المحايد الضربي? اقول لك الواحد. يبقى ده اول خاصية من خواص ايه الضرب? يعني فالضرب ده دي خواص كتير. في خاصية الابدال. زي 3 في 5. هي هي 5 في 3. لما بالددل. بيحصلش اي تأثير. يبقى انا اسمها خاصية الابدال. في خاصية العنصر المحايد الضرب. اللي هو الواحد. في خاصية الضرب في سفر ان انت ما بتضرب اي رقم في سفر يطلع بسفر وكمان في خاصية الدمج ان انت ما بتقول تلاتة في اتنين في خمسة تقدر تضرب التلاتة في اتنين الاول والناتج بعد كده تضربه في خمسة فتلاتة في اتنين بالستة بعد كده تضربه في خمسة تديك تلاتين يبقى لا اسمها خاصية الدمج يبقى احنا في خواص لعملية الضرب ايوة الابدال والدمج والمحايد الضربي والخاصية الدمج في سفر طيب تعالوا نشوف السؤال بعد كده ما يقول لي خمس امثال عدد ما خمسة امثال عدد هل العدد معروف عندك تقول لي لا العدد مش معروف يبقى لازم هنا تعمل ايه لازم العدد ده ترمز له بحرف يا اما ان يا اما ايه يا اما بي يا اما سي اي حرف من الحرف الا انت ايه اللغة الانجليزية طيب كلمة امثال الميستر قال لي ان كلمة امثال معناها ضرب اقولك برافو عليك يبقى خمسة امثال يعني خمسة في ايه تساوي ممتاز خمسة واربعين شو انا ترجمت المسألة ازاي نقولها تاني بيقول لي خمسة امثال عدد يبقى الخمسة هتنزل كلمة امثال يعني ضرب يبقى خمسة امثال عدد هنموز له بالرمز او حرف الا او البي او الان او السي او اي حرف زي ما انت عايز تساوي يبقى نكتب رمز الي يساوي وبعد كده تنزل خمسة واربعين يبقى نعبر عنها ازاي نقول له كده خمسة شيلنا كلمة امثال وكتبنا فيه الان او البي او السي يساوي خمسة واربعين يبقى انا اذا قدرت عبر عن المسألة بتاعت رمزية وانا ما قدرتش ايه يا مستر قدرت اتعبر عنها رمزيا كتبت الخمسة زي ما هي شيلت كلمة امثال كلمة امثال وحطيت ما كانها علامة الضرب. حطيت ما كانها علامة الايه? الضرب. يبقى كلمة امثال. اهي تعالنا انا اخدها بقلم التزليل. كلمة امثال اللي باللون الاصفر دي اهي. انا شلتها وحطيت ما كانها حرف الايه? علامة الضرب. يبقى كلمة امثال شلتها وحطيت ما كانها حرف ايه? علامة الضرب. يبقى خمسة. نزلت الخمسة. كلمة امثال اللي باللون الاصفر. نزلت مكانها. علامة الضرب اللي انا عملتها باللون الاصفر برضو. فبكلمة عدد. كلمة عدد العدد هنا مجهول طالما ان العدد بتاعك مجهول يبقى ايزا العدد هنا اهي يبقى لازم تحط مكانه حرف لازم تحط مكانه ايه حرف اللي احنا عملناها باللون الازرق يبقى كلمة عدد اللي احنا زللناها هنا باللون الازرق هيبقى ايزا نحطينا مكانها حرف الان الان هنا ده حرف مكان كلمة عدد لان العدد هنا مجهول طالما مجهول يبقى لازم نرمز له حرف تمام يساوي كلمة يساوي عملناها هي نزلناها الرمز وعا كده خمسة واربعين يبقى انا قدرت عبر عنها رمزيا تباح الله يا مستر قال لي لا هو عايز يعبر عنها رمزيا بس ماليش ايه وجد الناتج ممكن في مسأله اقول لي عبر عنها رمزيا ثم اوجد الناتج لو حبيت اجيب الناتج افكر ايه الخمسة تضرب في كم يدينا خمسة واربعين يبقى ايه بكتسعة برابو عليه الخاصية المستخدمة هنا ايه عايز اكتب خاصية تمام هو عمل ايه كان الستة في ثلاثة حاطهم في قوس وبعد كده ضربهم في السبعة ده اسمه هو طبعا احنا قولنا حاجة اسمه تبتيب العمليات داخل القوس ده يتم اولا فيبقى ستة في ثلاثة في ثمانتاشر بقعد يضرب الناتج في السبعة او يخلى الستة واحدها ويخلى ايه يخلى القوس على مين على الثلاثة والسبعة تغيير الاقواس وتبديل الاقواس اسمه خاصية ايه برافو عليك ده خاصية الدمج يبقى احنا خدنا خاصية المحايد الضربي اللي هو الواحد واخدنا الخاصية اللي بتغير ف reduced الاقواس اسمها خاصية الدم. يبقى ا احنا كده قد خدنا كم خاصية يعمل خواصة عليه? الضرب كعلاقة? خدنا خاصيتين. العنصر المحايد? الضربي اللي هو الواحد. وخاصية ايه تبديل الاقواس? يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه الدم. تمام. تعالوا نشوف برضو التكملات. الجملة العددية عايز جملة. اللي بتيعبر عن المقارنة لاستخدام عمية الضرب. او هنا في الشريط ده المخطط الشريطي ده عمل ايه? هتقولي ده مقرر للخمسة يا مستر. برافو عليك. ادي خمسة ودي خمسة ودي خمسة ودي خمسة. لو انا جماعة الخمسات دي تقول كم? هتقول لي عشرين. برافو عليك يبقى عشرين ايه. يبقى العشرين دي جات منين? العشرين دي هي مجموع الارقام اللي موجودة داخل نموذج الشريطي. المخطط الشريط اللي عندي ده لو انا جماعت خمسة وخمسة تقول عشرة. عشرة رجم عنهم خمسة كمان يبقى خمستاشر. خمستاشر رجم عنهم خمسة يبقى عشرين. العشرين دي بتساوي كم من اضعاف الخمسة. يعني الخمسة تكررت كم مرة عشان تجد عشرين. تقول اتكررت اربع مرات. يبقى العشرين بتساوي اربع اضعاف الخمسة. يبقى انا كده دي جملة عددية عبرت على النموذج ده دي نموذج تانية مستر اهو لو انا عطيتك نموذج اهو ده مخطط شريطي وروحت مقسمه التلاتة بالشكل ده وكتبت هنا ثلاثة كتبت هنا تلاتة وكتبت هنا تلاتة وكتبت التسعة. يبقى التسعة بتساوي. يبقى التسعة. يبقى التسعة هنا. بتساوي كم تلاتة عندي? ادي واحد اتنين تلاتة. بيساوي تلاتة اضعاف. يبقى تلات اضعاف. تلات اضعاف مية تلات اضعاف. تب ديني مخطط شريطة تانية مستر عشان اكتب الجملة الاعدادية بتاعته برابع عليك. اهو انا اعطيك مخطط بالشكل ده. اهو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. كتبت هنا سبعة. وهنا سبعة. وهنا سبعة. تعال نجمع السبعات دي. سبعة وسبعة اربعتاشر. وسبعة وسبعة التانية اربعتاشر. اربعتاشر واربعتاشر تمانية وعشرين. يبقى ايزا ان التمانية وعشرين. يبقى التمانية وعشرين. بتساوي دي الجملة العددية اللي بتعبر عن المخطط الشريطي. يبقى التمانية وعشرين. بتساوي كم سبعة? بتساوي اربع اضعاف السبعة. اربع اضعاف السبعة. رابع عليك. يبقى ايزا اقدر استخدم المخطط الشريطي. اه اقدر استخدم المخطط الشريطي. واكتب ايه? واكتب الجملة العددية اللي بتعبر عن المخطط. ان انا بجمع سبعة وسبعة وسبعة و سبعة. طرعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو كان أعطيني الخمسة أربع مرات لما جمعتهم 23 يعني العشرين دي بتسوي أربع أضعاف الخمسة يبقى أنا هنا أقدر أكمل المخطط الشريطي بتاعي إن أنا أجيب لي الجملة العددية اللي بتعبر عن المقارنة هنا أنا هنا بقارن ما بين العدد الكل اللي هو العشرين بيساوي كم ضعف للخمسة العشرين هنا بتساوي أربع أضعاف للخمسة عاطنا هنا كذا مثال يبقى هنا العشرين اللي هو مجموع الخمسات اللي عندي أنا عندي أربع خمسات مجموعهم بعشرين بتساوي كم ضعف للخمسة بتساوي أربع أضعاف اللي هو عدد الخمسات الموجودة في المخطط. فبالسؤال اللي بعديه بقى تضعطين بيقول لك جملة العددية التي تعبر عن المقارنة باستخدام عاملة الضرب. رابوا عليك. الولاد من الشطار بدأوا بسرعة. قالوا نجمع يا مستر تمانية وتمانية ستاشر ونجمع عنهم تمانية تاني يبقى أربعة وعشرين أو نضرب التمانية في ثلاثة لنجمع ثلاثة تمانيات. والجمع المتكرر هو عبارة عن ضرب. يبقى تمانية وتمانية وتمانية بثلاثة تمانيات فأربعة بثلاثة تمانية سوري ثلاثة تمانية بأربعة وعشرين يبقى هنا هامستر هنكتب أربعة وعشرين بيساوي كم ضعف للتمانية بيساوي ثلاث أضعاف للتمانية. يبقى خلي بقى لك إن كلمة أضعاف هنا معناها إيه؟ أيوك معناها ضرب. يبقى إذا هنكتب اربعة وعشرين هتساوي تلات اضعاف التمانية. بيقول لي اكل ايمن. ايمن اكل تلات سمرات من التين. يبقى ايمن اكل تلات اربعة سمرات من التين في الصباح. واكل شقيقه تلات اضعاف. لسه المستر بيقول لي كلمة اضعاف دي يعني ضرب. يعني انا هقدر كده اكتب له اربعة اللي هو الاكلهم ايمن اخوه اكل تلات اي اضعافه. يبقى تلاتة. يبقى تلاتة في اربعة. تديني كام ابرابو عليك تديني اتناشر. يبقى ايه زم. يبقى اربعة في تلاتة. يديني اتناشر. ما هو ايه? تلات اضعاف العدد. تلات اضعاف العدد. تمام. نشوف السؤال بعد كده. بيقول لي. ده علامة صح امام العبارة الصحيحة. وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة. السؤال الاول بيقول. اذا كان سمن الكتاب عشرة جنيهات. فان السمن حداشر كتاب. يبقى انا هعمل ايه? هو عاطيني سمن الكتاب الواحد. لما اديني سمن الكتاب الواحد. وعايز سمن مجموعة. يبقى انا عملية. عملية ضرب. يبقى اقول له الحداشر في العشرة. ليه ضربتهم في عشرة? اللي هو ثمن الكتاب الواحد. انا عايز ثمن حداشر كتاب. يبقى الحداشر كتاب فيه. ثمن الايه? ايوة برافو عليك. ثمن الكتاب الواحد اللي هو عشرة جنيهات. اقول له يساوي. السفر في الضرب بينزل في مضاعفات. لما ادرب في مضاعفات العشرة والمئة والالف. اللي هي الآن انماط. بنزل السفر ونضرب واحد في احداشر بحداشر. يعني عطاني كام? يعني عطاني مية وعشرة جنيه. يبقى ايزا ادرت اجيب ايه ايه ناتج الضرب? ده هو بيقول لي مية وخمسين. يبقى ايزا عبارته خاطئة. لان الناتج بتاعي مية وعشرة مش مية وخمسين. يبقى في المسألة هنا بيجيني ثمن عشر كتب. عشر آآ آآ ثمن الكتاب الواحد. عشرة جنيهات. وكان عايز ثمن حداشر كتاب. يبقى ضربت الحداشر في العشرة طلب بمية وعشرة. لكن الاجابة اللي هو عطاني كان مية وخمسين. يبقى يجابته خاطئة. طيب السؤال اللي بعد كده. بيقول لي لو ضربت التمانية في السي. هي هي لما ابدل وقولي السي في تمانية. دي اسمها خاصية المحايد الجامعي. اقول له غلط. دي دي خاصية ايه? ها? خاصية مين? رابو عليك. دي خاصية الابدال. دي خاصية الايه? الابدال. لان تمانية في سي. بدلها بقت الاسي في تمانية. امتى تبقى خاصية المحايد? وكمان قال لي ده محايد جامعي. هو ده جامع. هتقول لي ده ده ضرب. يبقى ازا المسألة هنا فيها غلطين. الخطأ اين? الخطأ الاول ان هو دي خاصية ايب دال. لانmanship في سي بيساوي سي في تمانية. بقى هنا عمال عاملة الابدال. يبقى ازا خاصية الجامعي دي غلط. تاني كمان امتى تبقى صح? لما يقولي المحايد ضربي بس يقولي النتج بيساوي تمانية. بحيث ان السي دي وحيث سيب واحد. يبقى قول له تمانية في واحد. اذا واحد في تمانية يساوي تمانية. اقول له ايوة. يبقى اسمه محايد ضرب. يبقى هنا المسألة ايه خطأ لان هو قال لي محايد جامعي وده خاصية ابداية تمانية. يقول لي خمسة امثال لعدد حداشر. كلمة امثال يعني ضرب. يبقى خمسة في يبقى انا اقول له كده خمسة في حداشر لانه خمسة امثال كلمة امثال يعني هادره يبقى خمسة في الحداشر. خمسة في الحداشر بكام? تقول لي بخمسة وخمسين. برافو عليك. يبقى هنا اعطيك كام? اعطيك خمستاشر. يبقى عبارته برضو ايه? خطأ. العبارة هنا خاطئة لان الناتج بتاعمى فوت خمسة وخمسين مش خمستاشر. يبقى عبارته خطأ. العنصر المحايد لعملية الضرب. لسه وقتينها. قلنا المحايد الضربي كام? واحد. طب هو بيقول لي سفر. اقول له غلط. ده سفر ده محايد جامعي. السفر ده محايد لعملية الجامعة. المحايد لعملية الضرب هو الواحد. يبقى اذا لما يقول لي العنصر المحايد لعملية الضرب هو سفر. اقول له خطأ. الواحد هو العنصر المحايد لعملية الضرب سؤال بعد كده بيقول لي لما هضرب 1269 في سفر هيطلع 1269 برضو خطأ برافو عليك ليه لان دي اسمها خاصية الضرب في سفر المفروض الناتج بتاع هنا يطلع سفر المفروض الناتج بتاعك يطلع سفر لان انت ما بتضرب ثلاثة في سفر قوله بسفر اربعة في سفر بسفر خمسة في سفر بسفر يبقى ده خطأ يبقى دي خطأ ليه الاجئة بتاعك المفروض بسفر طب هو عطاني نفس الناتج امتى يبقى الاجابة دي صحيحة لو بدل السفر ده وحط ما كانه واحد خد تبقى صح يبقى ايزا العبارة دي خاطئة لان الضرب في سفر يسوي سفر ثلاثة في سفر بسفر خمسة ضرب بسفر بسفر اثنين ضرب بسفر بسفر اسمها خاصية الضرب في سفر ان انت لما بتضرب اي عنصر او اي رقم في السفر يطلع بكم يطلع بسفر طب السؤال بعد كده يقول لي اذا كان الان في عشرة يسوي مية وعشرين يبقى الان دي بحداشرة اقول له ثب سواني انت بتقول لي الان في عشرة انا هحل المسألين بطريقتين تعال نجيب مين نجيب الان يعمل العملية العكسية يعمل العملية مين العكسية مش ات عايز حرف الان تفكر ايه الرقم اللي تضرب في عشرة يديك مية وعشرين تب تعمل ايه تروح قاسم المية وعشرين على العشرة لا تعمل عمية قسمة يديك الان هنا باثناشر يديك الان بكام باثناشر يبقى ايزا عبارته ايه عبارته خاطئة تب في حل تانية مستر ايو حل تاني ان انت تشيل الان وتكتب الرقم اللي هو عطهولة ازاي اهو تعالى انحيلاك كده بالشكل ده طريقة تانية انت هتشيل الان وتكتب الرقم وعطيك الان بكام باحداشر يبقى انا هشيل الان دي واكتب مكانها احداشر وابدأ اضرب باحداشر اهي اضربها في كام اضربها في عشرة لما اضرب في عشرة بنزل السفر الاول اهو واحد ضرب احداشر بحداشر يبقى الناتج بتاعك كام الناتج بتاعك مية وعشرة او ايلك مية وعشرين يبقى عبارته خاطئة يبقى ايما طريقتين ايما في المسألة تحلها وما تغير ما تبص على الناتج اللي هو عطيه وتجيب كمتة الان تقول له الان بتساوي تقول له كده الان هتساوي الناتج اللي هو مية وعشرين تروح قسمه على العشرة تقسمه على ايه احد طرفية عملتي الضرب يبقى تقسمه على العشرة طيب في القسمة بنعمل ايه نطير السفر ده مع السفر ده برافو عليك يبقى اتناشر بتقسيم واحد يديك اتناشر يبقى الاجابة الان باثناشر يبقى انا كده الان باثناشر هو عطيك الان باثناشر لا اعطيك الان بحداشر يبقى عبارته خطأ عبارته ايه خاطئة يبقى انا اذا ادلت اجيب قيمة الان بطريقتين يأما تشوف الناتج اللي هو اعطيه لك وتبدأ تعاوض به زي ما انا عوضت هنا وقلت 11 في 10 تطلع بمية وعشرة هو كاتب مية وعشرين يبقى عبارته خطأ? او. تجيب حاكمة الان زي ما احنا جبناها تحت. وتقول له ان بتساوي مئة وعشرين تقسيم العشرة. بتحول لعملية العكسية للضرب. مئة وعشرين تقسيم عشرة يديك ايه? اتناشر. وهنا كاتب حتناشر بعبارته ايه? خطأ ايضا. السؤال اللي بعد كده. يقول لك ازا كان عندك البي تسعة يساوي تسعة في تمانية. هو هنا عملية ايه? رافع عليك. هنا عملية عملية ابدال. يبقى يقول لي بقى البي بتمانية. طيب بمعنى زي ايه? يعني اشيل البي كده. وكتب مكانها تمانية. اه يا تعالى نجرب اهو اشيل البي وكتب تمانية. يبقى تمانية في تسعة بكام? تقول لي باتنين وسبعين. طيب وتسعة في تمانية بكام باتنين وسبعين? يبقى ليبارة هنا صحيحة. لان الطرف الايمن سوى الطرف الايصر. لما شيلت البي وحطيت مكانها التمانية. يبقى البي حطيت مكانها تمانية. تمانية في تسعة باتنين وسبعين. وتسعة في تمانية باتنين وسبعين. ودي اسمها خاصية الإبدال ما احنا خدنا خاصية الإبدال في عملية الضرب. الإبدال ممكن في عملية الضرب. طيب السؤال بعد كده. ازا كان عندي اتنين في ثلاثة في اربعة هي هي. اتنين لما حطها الوحدة. وبدأ القصة على الثلاثة اربعة. هل غير الأرقام ولا نفس الأرقام? تعال نتأكد. هنا اتنين هنا اتنين. هنا ثلاثة هنا ثلاثة. هنا اربعة هنا اربعة. وايه? ومسألة ضرب. يبقى ايزا خاصية الدمج اقول له صح برافو عليك. فعلا دي اسمه خاصية الدمج اللي ايه انه مبادل الاقواس مبادل ما خلي الاقواس على الرقمين الاولينيين خلته الاقواس على الرقمين الايه الاخرين يبقى ايزا ده اسمه دمج يبقى اسمه خاصية الدمج فعلا دي اسمه خاصية الدمج بخاصية الدمج هي خاصية تبديل الاقواس خاصية الدمج اسمه خاصية تبديل الايه الاقواس وانا كده قدرت احلمي المسألة بتاعتي تعالي نشوف السؤال بقى كده بقول لي اختاري الصحيحة اي مميال يعبر عن خاصية الابدال في الضرب ايو على المستر قال لنا بيه خاصية اسمه خاصية الابدال لابدال انت تبدل للارقام يعني ايه تبدل الارقام يعني هنا اربعة الفتاة يساوي اتناشة ايو دي عبارة صحيحة اي achievements اخطردي اولا خلابك انا عايز خاصية ابدال يعني ايه ابدال يعني ابدل هاين عمل اجدال ولا جاب ناتج لا قامل إجاب ناتج يبقى دي ايه يجب ناتج مباشر تبقى هنا اربعة يساوي السفر. ايه يا مصر ديه دي. اقول لك لا. دي اسمها خاصية الضرب في سفر. ما تنفعش. تاب التال نعم. تلاتة في واحد يساوي تلاتة. ايه يا دي يا مصر. اقول لك لا دي خاصية الضرب في واحد. ايه ده اوه. هو كم خاصية عندنا. ايه ما اخدنا خاصية الضرب في سفر. ان انت ما تضرب اي رقم في سفر يساوي سفر. خاصية الضرب في واحد. ان انت ما تضرب اي رقم في الواحد يساوي نفس الرقم. اسمها خاصية العنصر المحايد. العنصر المحايد لعملية الدرج اللي هو الواحد. وخذ ده خاصية الدمج ان انت تبدل الاقواس. طيب خاصية الابدال ان انت تبدل الارقام. يبقى الطرف اليمين يساوي الطرف الشمال. يبقى اثنين في خمسة هي هي خمسة في اثنين. يبقى اللي جابة بتاعتنا يا مستر اقولك صح. اي دي خاصية الابدال. يبقى ما اي اي امي ما يلي يعبر عن خاصية الابدال هي دي اثنين في خمسة هي هي خمسة في اثنين. ده اسمه ابدال يا ولئك. هنا عمل عملية ابدال. انه ابدل الارقام. انه ابدل مين? انه ابدل الارقام. طيب ما? تمام. نشوف اللي بعدها. مين هو العنصر المحايد لعملية الدارب. ليست هذا تالت مرة يا مستر. اقولك برافو عليه. جالك في التكمله ده. اقولت لك العنصر المحايد الداربي. فاخترت ايه؟ كتبت برافو عليه. كتبت الواحد. وجلتنا في الايه؟ في الصح وخطأ. العنصر المحايد لعملية ضرب هو السفر أو تملك ده خطأ. اسسفر ده محايد لعملية الجمع مش الضرب إحنا عندنا عانصورين المحايد. في عنصر محايد لعملية الدرب وفي عنصر محايد لعملية الجمع العنصر محايد لعملقة الضرب الواحد. العنصر محايد لعملية الجمع السفر. ما ننساش ونركز في المعلومة دي عشان يبقى هي ناخد درجتنا كاملة. هميني. العناقة دي. تلاتتهاشر ضرب سفر نساوي سفر. ده اسم خاصية ايه? برافو عليكم. خاصية الضرب في سفر. لما بضرب اي رقم في سفر يساوي سفر. مش ابدال. هنا ما بدلش. ده ضرب في السفر. ما عدمكش ما اغيرش الاخواص. ما ضربش في واحد عشان اختار عنصر محايد ضربي. ولا بدل. ده ضرب في السفر. يبقى اذا لما اضرب في سفر دي خاصية اسمها خاصية ضرب في سفر. انت لما تضرب اي رقم في السفر يساوي سفر. 13 في سفر بسفر. 11 درب سفر بسفر. 12 درب السفر يساوي سفر. ل Incredible. خاصية الضرب في سفر انت ما تضرب اي رقم. اي رقم تضربه في السفر يطلع بكم يا اولاد? هيطلع بسفر. ما ننساش اسمها الضرب في كام? ضرب في سفر تماما. احنا النهاردة ملكزين على خواصل ايه عملية الضرب كعلاقة ايه الاستراتيجية المناسبة عشان احل او عشان اضرب ستة في تسعين هل اضرب الستة واروح موزع تحليل العدد بتاعي تسعة زائد عشرة ولا اضرب الستة في العشرة وعكذا اجمع عليها تسعة والتسعين دي تسعة زائد عشرة ولا تسعة في عشرة ولا تسعة زائد عشرة رابو عليك دي تسعة ضرب عشرة يبقى دي ما تنفعش يا مستر لان تسعة زائد عشرة دي تسعتاشر هي دي تسعتاشر اقولك لا دي تسعين يبقى ايزن الاولى دي خطأ ما ينفعش نختارها ليه ما تنفعش تختارها لان هنا كاتب زائد دي تسعة زائد عشرة تسعتاشر يبقى هنا النتج ده تسعتاشر تسعة زائد عشرة كام تسعتاشر يبقى تسعة دي ستة في تسعتاشر هدي ستة في تسعتاشر؟ هقول لك لا. طيب التانية. ستة في عشرة. تقول بستين. لان انا بلازل السفر واضرب ستة في واحد. بستين. ستين لما اجمع لها تسعة. يجي تسعة وستين. هو انا هنا بجمع تسعين زائد ستة. طيب ايزا عبارة دي خطأ. اللي بعدها هاضرب الستة. بالتسعة في العشرة. ايوه هي دي يا مستر. ليه? ليه هي دي? ليه دي خاصية الدم. انت هنا تقدر تفك مين التسعين? يعني ايه تفك التسعين? يعني التسعين دي عبارة عن كم? التسعين دي عبارة عن كم? تعال انت تبقى هنا. التسعين دي عبارة عن تسعة. في عشرة. التسعين دي لغاية المحللها هتبقى عبارة عن تسعة في كم? تسعة في عشرة. يبقى انت تقدر تضرب ستة في تسعة وبعدها تضرب في العشرة. تستدم خاصية الدم. او تضرب الستة في العشرة وتضرب وتطلع النتج تضربه في يبقى انا هنا اعمل ايه انا فكيت يبقى تقدر تكتبها كده ستة في التسعة وقعدين النتج اللي يطلع تضربه في عشرة يبقى انا استخدمت خاصية ايه الدمج استخدمت خاصية يا ولاد استخدمت خاصية الدمج ليه لان كان التسعة والعشرة دي مع بعض كده غيرت القوص ما تسعة في عشرة تسعين يبقى الستة هنا برا اهيه الستة كده برا اهيه يبقى ستة في تسعة في عشرة روحت مستخدم خاصية الدم وغيرت الاقواص على الستة والتسعة يبقى ستة في تسعة في عشرة يبقى دي هي الايه الاستراتيجية المناسبة ان انا يقدر ايه استخدمها لإيجاد حل ستة ضرب تسعين ان انا حللت قلت التسعين جيه عبارة عن تسعة في عشرة تسعة في كام في عشرة تسعة اربع عشرة. والستة برة. القص هنا كان على مين? على التسعة? ومين? والعشرة. القص هنا كان على التسعة ومين? العشرة. وقلت له خلاص انا اغير الاقواس واستخدم خاصية ايه? الدم. واضرب الستة بتسعة الاول باربعة وخمسين. واضربها في عشرة. تطلع ربعمية وخمسين. هو كان عايز الناتج. وكان عايز الاستراتيجية اللي انت تطلع ايه? تستخدمها فقط. طيب. برضو السؤال بعد كده. صيل كل فاقة من العمود قلب بما يناسبها من العمود با. تعالوا نشوفها عاطينا العمود الف والعمود با. بيقول لي السؤال الاول. اربع امثال. اربع امثال. العدد. اربع امثال مين? العدد بالتاعي. اربع امثال عدد ستين. كلمة امثال. كلمة يا ولاد امثال. امثال دي يعني ضرب. يعني انا مستهر هكتب كده اربعة. اشيل كلمة امثال واحط ضرب. برافو عليكم. يبقى ضرب كام? ضرب ستين. يبقى اربعة في ستين. اقول له يساوي. هنزل السفر ممتازين. واربعة في ستة بكام? باربعة وعشرين. يبقى يديني كام? يبقى الناتج بتاعي يا مستر? ميتين واربعين. يبقى انا هوصل بميتين واربعين. بدل اختيار بتاعي الصح. يعرفت لجبته ازاي? حلية المسألة. بيقول لي اربع امثال. كلمة امثال يعني ضرب يا اولاد. ما نساش. اربع امثال للعدد ستين. يبقى اربعة في ستين. اربعة في ستين. في الضرب في مضاعفات العشرة. بنزل السفر الاول. وهكذا اضرب الاركام. اربعة في ستة باربعة وعشرين. تمام? طب ممكن يا مستر بتحلها بالطريقة اللي اللي كانت ستة في تسعين. اقول لك تعالي. اربعة في ستين ده كتبها ازاي? اقول له اربعة في ستة. انا هستغلو مخاصية الدمج. يخلي بالك. الاستراتيجية هي. وبعد كده اضرب في عشرة. ممتاز. بعد كده اضرب في العشرة. اقول له يساوي. اربعة في ستة بكام? تقول لي باربعة وعشرين. يبقى اربعة وعشرين. يبقى اربعة وعشرين في عشرة. يساوي. انازل السفر واحد فاربعة وعشرين باربعة وعشرين. اللي احنا بنقولها على طول ان انا انزل السفر واضرب اربعة في ستة باربعة وعشرين. او استخدم خاصتي الدمج لو هو كان قاективيا مسلا. في صيغة تاني يقول لت باستخدم خاصتي الدمج الحل للمسألة دي. يبقى كنت حللتها بالشكل اللي انا كتبته فوق. ضربت اربعة في ستة وخليت العشرة برقص. بعد كده اضرب اربعة في ستة باربعة وشيب. بعد كده ضربة في العشرة نزل السفر واضرب. طيب. السؤال اللي بعد كده. تعال نحل الايه. نجيب قمة المجهول. اذا كان المعادلة بتاعت السبع ضرب الايه. يساوي واحد وعشرين. عايز يوجد قمة الايه. بتعمل العملية العكسية على طول. طالما ان الايه هو احد طرفي عملية الضرب. يبقى السبعة في ايه? انت عايز الايه? يبقى ليه ده عايزها الوحدة? يبقى انت عايز تتخلص من مين? من المضروب فيه. اللي هو السبعة. يبقى تروح مقاسة يبقى تقوله الواحد وعشرين على السبعة. يبقى تروح مقاسة له الواحد وعشرين على الكام على السبعة. واحد وعشرين تقسيم السبعة عايز تديك كام? يديك تلاتة. يبقى نقول لها تاني. ممكن انتقول لها لي تاني مستر اقول لك حاضر في المسألة بتاع إيجاد قمت المجهول للمعادلة عايز تجيب قمتل ايه يبقى تعمل عمليات عكسية هنا المسألة كالضرب سبعة في ايه ساوي واحد وعشرين او تقول ايه العدد تقول لي نفسك كده ما العدد الذي يضرب في سبعة يكون الناتج واحد وعشرين فتقول لي تلاتة او تقول له الايه بتساوي ناتج عملية الضرب اللي هو الواحد وعشرين روح مقسمه على السبعة مقسمه على العدد اللي كان مضروف في الايه جيت عايز كنتي الايه يبقى تعمل عملية العكسية عكس الضرب ايه القسمة يبقى واحد وعشرين تقسيم سبعة في كان بثلاثة برافو عليه او زي ما انا قلت لك كده تفكر ايه العدد اللي تضرب في سبعة يدي واحد وعشرين فتقول لي ثلاثة طب اللي بعدها خمسة امثال خمس امثال عدد اه يبقى العدد موجود ولا مش موجود تقول لي مجهول المسألة اللي فوق كان اربع امثال عدد ستين فضربت اربعة في ستين على طول لكني انا بيقول لي ايه خمس امثال عدد ما يعني العدد مجهول يا مستر برافو عليك فتكتب الخامسة وكلمة امثال يعني ضرب وقلنا العدد ده مجهول ترمزه باحد الحروف وليكن ان وليكن حرف الايه الان يبقى خمسة في ان يساوي لانه بيقول لي بيساوي خمسة وعشرين يبقى انا كده عبرت عنها رمزيا هو هنا عايز التعبير الرمزي مش عايز ايه انت تحلها تقول لي كامل عدد لو قال لي كامل عدد كنت قلت خمسة ضرب كامل ساوي خمسة عشرين يديني خمسة يبقى كنت اختارت خمسة لكن هناك انا عايز التعبير الرمزي عن المعادلة هنا لازم معادلة ضرب خمسة امثال عدد ما يعني العدد هنا مجهول وكلمة امثال يعني ضرب يبقى خمسة نزلت كلمة امثال شلتها وكتبت عملية الضرب كلمة عدد ما يبقى مجهول تقول مظل برمز حرف الان او البي او السي او اي حرف انت عايزه كلمة يساوي بقى رمزي يساوي وخمسة وعشرين يبقى الاختيار بتاعنا رقم بقى يبقى هنوصله برقم بقى يبقى خمسة في ان يساوي وخمسة وعشرين طيب الجملة هتعبر عندي ايه؟ برافو عليه هنا السبعة اتكرارت يبقى ده جمع متكرر والجمع المتكرر هو عملية ضرب يبقى السبعة هتنزل وتتضرب في تلاتة يبقى سبعة فيه ثلاتة ليه ضربت في ثلاثة يا مستر لان التلاتة اتكرارت السبعة اتكرارت تلات مرات يبقى الجمع المتكرر ده ضرب الضرب اصلا في التعريف هو عملية جمع متكرر. يعني انت ما بتضرب اربعة في خمسة. معناها ان الخمسة كررتها اربع مرات او الاربعة كررتها خمس مرات. تمام? يبقى الجمع المتكرر ده هو الضرب. فلما يقول لي سبعة زائد سبعة زائد سبعة اقضل اشيلها واكتب تلاتة في سبعة. واكتب تلاتة في ايه في سبعة او سبعة في تلاتة. يبقى ايزا الاختيار بتاعي هيكون سبعة في تلاتة. يبقى قادرت اوصل معلومة بتاعتي وما اقدرت اقدرت احلها. تمام. شوف السؤال بعد كده. بيقول لي اجب عما يأتي علبة حلوة بها خمستاشر قطعة. علبة من الحلويات بها خمستاشر قطعة. فان عدد القطعة الحلوة في عشر علب ومثلة هو الف ومثين. هل تتفق او لا مع الايه? مع الاجابة دي ووضح اجابتك باستخدام استراتيجية مناسبة. ده ايه ده? ده هو الكاتب المسألة وحللها. وبيقول لي الحل ده صح ولا خطأ? ده بتاعنا نفكر بهدوء ونبدأ نحل ونقرر. انا عندي علبة من الحلويات. علبة منين الحلويات اهي? لو لياكم مسلا دي علبة الحلويات اهي? فيها خمستاشر قطعة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. يبقى ايزا ادي علبة ايه? الحلويات فيها خمستاشر قطعة. عايز عدد القطعة في عشر علب. يبقى ايزا انا عملية ايه? ايه ده عطاني علبة واحدة وعايز مجموعة. يبقى ايزا انا عملية ضرب يا مستر اقول لك برافو عليه. يبقى انت هتضرب الخمستاشر في كام? هتضرب الخمستاشر في عشرة. ليه ضربت الخمستاشر في عشرة? لان العلبة الوحدة فيها خمستاشر قطعة. قطعة. وهم عشر علب. يبقى نضرب ازاي يا مستر? ايوة في ضرب مضاعفات العشرة بنازل السفر الاول. واحد ضرب خمستاشر بخمستاشر. يبقى يديني كام يا مستر يديني مية وخمسين قطعة. طب هو كاتب الف ومتين. يبقى عبارته ايه? اه يبقى قوله لا اتفق. لا اتفق معك. ليه? لان لانا لما ضربت الخمستاشر في العشرة طلع بمية وخمسين. بتقول لي الف ومتين. يبقى ايزا ان هنا ايه? هتتفق معه ولا لا? اتقول لي لا لا اتفق معه. يبقى ايزا وتكتب السبب وتقولي الاستراتيجية اللي انت استغلمتها. يبقى لا اتفق ليه للأسباب التالية. انا بقى ايه? نسلد له الأسباب. اول سبب ان القطعة عدد القطعة في العلبة الوحدة خمستاشر. يبقى العلبة الوحدة فيها خمستاشر قطعة. اهي اللي انا الرسمتها. ادي العلبة. وفيها خمستاشر. ادي خمسة ودي خمسة ودي خمسة. يبقى خمستاشر قطعة. للعلبة الوحدة. بس كهو عطيني ايه? عطيني عشر علب. عايز عدد القطعة فيه عشر علب. يبقى نقول له عدد القطعة بالتالي عدد القطعة فيه عشر علب هيساوي خمستاشر في عشرة. خمستاشر في عشرة بكم? بمية وخمسين لانا انا democrats انزل السبب وهاضرب بواحد ب 15 ب 15. استخدمت الخاصيتين هنا. خاصيت الضرب في 0. وخاصيت الضرب في 1. اللي هو العنصر المحايد. نزلت ال 0. واحد ضرب 15 ده. والكده خاصيتين استخدمتهم. الضرب الضرب ينزل 0. والواحد ضرب ال 15 يبقى ب 15. يبقى إيزاً النافج بتاعه اللي هو الـ 1200 ده. يبقى إيزاً عبارته خاطئة. وقلت له لا تفق وروحت كتبت له الأسباب. قلت له ما اتفقش معاك لي عدد قطع الحلوة في علبة واحدة كان خمستاشر يبقى عدد قطع الحلوة في عشر علم يبقى ايزا نضرب الخمستاشر في العشرة يبقى لي مية وخمسين. طيب السؤالي بعد كده. بيقول لي اكتب معادلة ثم حلها. يعني عايز منك حاجتين. عايزك تكتب لي المعادلة وتحلها. طيب بتاع نكتب المعادلة. ما العدد الذي يساوي خمسة اضعاف. خمس اضعاف يعني خمس امثال. يبقى خمسة فيه. كم? خمس اضعاف في الستة. يبقى خمسة في ستة. يديني ايه? يبقى دي معادلة. خمسة في ستة يديني ايه? يبقى الايه هنا بتلاتين. لان هنا مش هقسم بقى مش هستخدم العملية العكسية. ليه? لان هو عاطيني خمس ايه? خمس امثال العدد او خمس اضعاف في العدد. يبقى امثال افضل. خمس امثال الايه الستة. يبقى خمسة في ستة. يديك ايه? يبقى ليه بتلاتين ما لأ ستة وتلاتين بتسوي أربع أضعاف هذا العدد ما العدد أربع أضعاف عدد بيسوي ستة وتلاتين يبقى نقول له أربعة في بي بيسوي ستة وتلاتين ما لأ ايه بيقول لي أربعة أضعاف يبقى أربعة في أربعة ايه في عدد قلناه المظلوب الرمزي بي يبقى أربعة في بي بيسوي كم يسوي 36 و 30. تعال ابقى نحلها. يبقى نعمل العملية العكسية هنا يا soldier. من فيقش نعمل عملية العكسية في الأولى لأن الخمسة في 6 بإيه؟ يبقى ليه هنا بتلاتين. تبقى 4 في بي بي يسوي 36 و 30 يبقى البي يسوي 36 تقسيم أربعة. يبقى البي هتسوي 36 تقسيم أربعة يسوي 9. أو تقول 4 في في بي يقال 36 تقسيم أي الرقم بالطبع يسوي 36 يبقى تطلع قيمة البي بتسعة لأنه هنا كان عايز يحل المسألة. سؤال بعد كده. يقول لي استخدم خاصية الابدال في عملية في عملية الضرب بالإيجاد القيمة المجهولة. يقول لي هنا ايه? تلاتة وثلاثين في اربعة يساوا اربعة في ايه. اه. انا عايز اشيل الحرف الايه? واستخدم خاصية الابدال. خاصية الابدال يبقى تلاتة وتلاتين في اربعة. هي هي اربعة في تلاتة وتلاتين. برافو عليكم. يبقى ايزا الاي دي اشيلها وقت التلاتة وتلاتين. لان هنا بستخدم خاصية الابدال. بستخدم ايه يا ولاد? بستخدم خاصية الابدال. زي مثلا لما يقول لي ايه? لما يقول لي مسلا سبعة في تمانية. سبعة في تمانية. في الشكل ده. يساوي تمانية في سي. هاتلي قيمة السي. تمانية في السي. عزو كيمة السي? يبقى ايه ازا انا هyi استخدم خاصية ايه? تقول لي خاصية الابدال. يبقى انا هشيل السي واكتب كم, هكتب سبعة. يبقى من هنا كده. هقدر اجبت له كيمة السي. يبقى السي هنا هتساوي سبعة. يبقى السي هنا هتساوي كم يا ولاد؟ السي هنا هتساوي سبعة. لان دا اعملتي ابدال سبعة في Темانية هيا تمانية في سبعة. تمام? طيب شوف المسائل اللي بعد كده. بيقول لي في تسعة زو تسعة في تمانيا. يبقى انا هعمل ايه يبقى انا هشيل البي واكتب الرقم اللي كان ما اضروف في التسعة ب FEZ تاني اللي هو ميه اللي هو تمانية. اللي اديها خاصية ابدال. لديه خاصية الابدال. يبقى اذا تمانية في تسعة هي هي تسعة في تمانية يسوي 72. لو انا عايزة اجيب الناتج. تمام? يبقى هنا البيب كام. يبقى البيب تمانية. زي مسلا ما تقوله ايه. تلاتة في اربعة. تلاتة. ضرب اربعة. ثلاثة في أربعة ولادنا الشرطار بيكتبوا الإجابات ممتازين بيساوي ايه في ثلاثة تعال نستخدم خاصية الإبدال ثلاثة في أربعة هي ايه كان في ثلاثة برافو عليك هي هي ايوة أربعة في ثلاثة لأنه بقى هنا خاصية الإبدال خاصية الإبدال ممكنة في عامية الضرب يبقى الايه هنا يا مستر هتساوي أربعة أقول لك انت كده ممتاز وعبارتك صحيحة يبقى انا قدرت تستخدم خاصية الإبدال ولو ما قدرتش قدرت عشان اجيب قيمة المجهول ايه انا بقول له تلاثة وتلاثين في أربعة هي هي اربعة في تلاثة وتلاثين سبعة في تمانية هي هي تمانية في سبعة تمانية في تسعة هي تسعة في تمانية تلاثة في أربعة هي أربعة في تلاثة وإيه ده تجيب قيمة المجهول اللي عندي سواء ايه او بي او ايه السي قدرنا نجيب المجهول? ايوا قدرت اجيب قيمة ايه? المجهول بتاعي. بيقول لي اللي بعدها اشترت ماريام ثلاثة عبوات من زجاجات المياه. يباشترت كم عبوة? ثلاثة. تحتوي كل عبوة على كم? على ثلاث ثلاث صفوف. من اربع زجاجات المياه. ما عدد الزجاجات المياه لا تشترتها تاني. هي ماريام اشترت ايه? ثلاثة عبوات من زجاجات المياه. تمام? ثلاثة كاراتين يعني. كل كارتونة او كل عبوة فيها ثلاث صفوف. يبقى ثلاث صفوف. وكل الصف فيه اربع زجاجات. يعني فيه زجاجة ادي واحد. ادي اتنين. ادي ثلاثة ادي اربعة. يبقى ده الصف الاول. يبقى برضو. ادي واحد اتنين. ثلاثة اربعة. ودي الصف فيه الثالث. برضو فيه كان فيها اربع. ادي واحد. ادي اتنين. ادي ثلاثة ادي اربعة. يبقى انا عندي هنا ايه? عندي ثلاثة عبوات. ادي واحد. اتنين. تلاتة يبقى عندي تلات عبوات كل عبوة بتتكون من تلات صفوف ادي صف اتنين تلاتة وكل صف فيه اربع زجاجات دي انا هضرب دي ازاي استخدم خاصية الدمج اعمل كده دمجي كده يبقى تلاتة في تلاتة بكام اقول له بتسعة تلاتة في تلاتة بتسعة هضربها في ايه هضربها فاربعة اربعة في تلسعة بكام بستة وتلاتين يبقى ايزا عدد زجاجات المياه ستة وتلاتين زجاجة تاني نقولها تاني تعالى نحلها بطريقة تانية اهي هنمسح ده ونفكر فيها تاني ونقولها مرة تانية نقولها بشكل تاني انا عندي عندنا اشتريت كام عبوة تلاتة عبوات تلاتة عبوات ادي ايه ادي عبوة ادي التانية ادي التالتة تلاتة عبوات كل عبوة فيها تلات صفوف ايه بتاعنا نعمل داخلها تلات صفوف انا غير اللون كده ادي صف ادي اتنين ادي تلاتة ادي صف ادي اتنين ادي تلاتة ادي صف ادي اتنين ادي تلاتة يبقوا كم صف يبقوا ايه تلات عبوات كل عبوة فيها ايه فيها تلات صفوف تمام طب كل صف فيه كم زجاجة فيها اربعة الصف دي فيه اربعة زجاجات ادي واحد اتنين تلاتة اربعة ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة نفس الحكاية ادي واحد اثنين تلاتة اربعة. 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 لو انا دربت في 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 ده فيه تلاتة وخليتهم فقوس وكل صف فيه اربعة ايه زجاجات يبقى بارب اربعة تلاتة في تلاتة هتقول لي بتسعة تسعة في كام تسعة فيه اربعة يسوي كام يسوي ستة وتلاتين يبقى انا ايه ده ارته اجيب عدد زجاجات كلها تعال حلاب طريقة تلتة تعال حلاب طريقة تاني انا في المثال الاولاني عطيتك الكارتون الوحدة فيها قد ايه وقلت لك انا عندي تلات كارتين وروح تضربت وفي الكارتين التاني لأ مسلت لك التلات كارتين وجوة كل كارتونة عملت لك ايه الصفوف اللي موجودة فيها يبقى انا هنا هضرب تلاتة في تلاتة في اربعة ثلاثة دوم اللي هم عدد العبوات وكل عبوة دي الكارتونة هي فيها ثلاثة فاربعة ثلاثة صفوف فاربعة يبقى بتساوي ثلاثة تمزل وثلاثة فاربعة باثناشر اثناشر بثلاثة بستة وتلاتين لطريقة يعني أنا عندي دي الكارتونة الأولى فيها ثلاثة صفوف دا كده الصفة هول أولاني في أربع زجاجات ودي الصفة التاني في أربع زجاجات ودي الصفة التالت برضو في إيه أربع زجاجات دا الكارتونة الأولى الكارتونة التانية برضو فيها ادي صف نعمله بلون تاني مثلا ادي لون أحمر مثلا ادي الصفة في أربع زجاجات ودي الصفة التاني في أربع زجاجات ودي الصفة التالت في برضو أربع زجاجات ودي الكارتونة التالتة برضو فيها 3 صفوف وكل صف فيه فيه 4 زجاجات قد الصفي الأول فيه 4 زجاجات واد الصفي التاني فيه 4 زجاجات واد الصفي التالت فيه 4 زجاجات لو انت جمعت ده كله هيطلع ب36 انا هنا اتعلمت ايه اتعلمت ان انا اقدر استخدم المقارنة في عملية الضرب ان انا اقول ان ال 24 يساوي 3 اضعاف العدد استخدمت الرمز عشان ايمثل عدد مجهول ساعة ما قلت خمسة امثال عدد ما يساوي 35 فقلت خمسة في ايهيين بيساوي 35 قدرت احل معدلة الضرب اللي بتمثل مقارنة ان انا جبت قيمة ال اين لو ال اين مضروبه في العدد والنتج نيحة التانية بحول عملية الضرب القسمة لجيب قيمة الحرف أو الضرب في جهة والحرف في جهة فأبضرب مباشرة واستخدمت خاصة عملية الضرب اللي أنا أقدر أفكرك بيها خدنا خاصية الضرب في واحد اللي هي اسمها العنصر المحايد الضربي اللي أنا واحد هو العنصر المحايد عملية الضرب خدنا خاصية الضرب في سفر أنت ما تضرب أي رقم في سفر بيسوي سفر خدنا خاصية الإبدال أنت تلاتة فأربعة هي هي أربعة فتلاتة وخدنا خاصية الدمج وهي تبديل الأقواس إلى هنا نص لنهاد حلقتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة كان معكم الأستاذ محمد ناجم معلم رياضياته ومدارب النظام الجديد وسفير التغيير ومدارب الإدارة الحديثة ومدارب نص التعليمية محافظة بن سويب بأمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته